كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بمقر بيت صحافة بتنجة نظمت جماعة تنجة لقاء مفتوحا مع مماثلي وسائل الأعلام المحلية لاستعراض الجوانب التدبيرية والتسييرية للشأن العام بالمدينة اليوم بحكم أنه دورة ديال الماي كانت دورة مفتوحة ولكن الجلسة اللولة ما استطعناها لنشتغلوا فقرنا أننا نخدوا دورة مغلقة كما يسمح به القانون فقرنا في إطار دورة مغلقة والتي استمرت في أربعة ديال الجلسات كانت فيها 43 نقطة وكانت مهمة جدا فالتالي لا يمكن أن نحرم الصحافة من تغطية ونحن جموعة النقطة التي تفهم ووجهات نظر ديالنا فيها وأنها تتواصل معنا فيها فقلنا أننا نعملوا هذا اللقاء هذا أن يتواصلوا في ذلك النقطة ديال الدورة وتخرج الدورة أننا نتواصلوا مع الإخوان الصحافيين في هذا الشهر المبارك اللقاء تامح ورا حول دور الجماعة في بعض القضايا الرئيسية التي تشغل بالرأي العام المحلي بتنجة منها حضائق المندوبية وحوادث سير المتكررة بالإضافة لموضوع أشغال دورة العادية لمجلس الجماعة لشهر مياه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد